اشتركوا في القناة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية وإذ تثمن الوزارة الدور التشريعي للبرلمان الأوروبي في المنظومة الأوروبية وواجباته السياسية فإنها تعرب عن الأسف البالغ بأن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي تقف وراءه عناصر محسوبة على جهات خارجية وتقدم للبرلمان الأوروبي معلومات باطلة وغير دقيقة ومضللة بهدف تشويه سمعة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وصدر مباشرة في أعقاب بدء البرلمان في التحقيق في قضايا فساد وتلقي أموال شغلت الرأي العام والإعلام الأوروبي والعالمي ووجهت فيها اتهامات لعدد من البرلمانين الذين تربطهم علاقات بدولة قطر وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبالأخص احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وهمية دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق استقرار وازدهار المنطقة من خلال الحفاظ على اللحمة الخليجية والتزام بالمبادئ التي نص عليها بيان العلا وتكريس الجهود لتعزيز وحدة الصف الخليجي لما فيه خير وصالح دوله وشعوبه